إزاي شايف الأزمة حالياً بالنقابة الصحفيين ووزارة الداخلية ما هي أنا حاسس إن الأزمة أبص حضرتك إحنا عاوزين نحط مبدأ إن الصحافة دي هي مرئات الشعوب يعني إحنا مش عاوزين نقول إن الصحافة يعني هي على رأسها ريشة لا الصحافة بتشيل الريشة من على رأس كل واحد له ريشة على رأسه يعني بتحاول هي بتدي كيان للمجتمع إن إحنا جايين لمصلحتك وكل واحد بيكون له أي شكوى أو أي مظلمة بيلجأ لمين؟ بيلجأ للصحافة والإعلام وبالتالي هي مرئاته وهي المدافع الأول عنه كذلك الداخلية هي المدافع الأول عننا برضو في استقرار الأمن لكن عملية إن إحنا نبقى جهتين في دولة أو قطاعين في دولة واحدة أو مؤسستين في دولة واحدة ويحصل هذا الانقسام الذي كان يمكن أن يحل بحاجة بسيطة جدا أن بدل ما كان المأبوض عليهم دول أو المتهمين يلجأ للنقابة واستأذنوا النقيب ثم يفاجأ بعد الإسئزان مباشرة يقتحموا النقابة ويطلعوهم لا كان ممكن استنى اليومين يعني ما هو بيقول أنا بقى له 11 يوم باستنى يعني عشان أجيبهم واخد بالحضرتك فالليه خليه استنى 11 يوم استنى اليومين يعني ما فرقتش يعني لكن هي العملية عملية حضرتك شايفة من الناحية الأدبية الأدبية مش عملية أن هم مطلوبين أو مش مطلوبين وفي بعض القانونين قالوا أن دخول النقابة خطأ وفقا للقانون في مدة 70 في القانون 70 بيقول أن لا يجوز دخول النقابات أو التفتيش بها ومكاتب المحامين حفاظا على الأسرار الموجودة طيب بس النيابة ردت لبيان على هذا الأمر ما هي بقول قالت بأن ده مش تفتيش طلبة 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 النيابة العامة ضبط وأحضار متهمين على زم قضايا يقول للسلطات المختصة وهي الجهات الأمنية الدخول إلى المساكن الخاصة ولا يوجد حرمة بعد حرمة السكن الخاص لا هو معروف ما قالهاش ليه في القانون كده نعم قال النقابات والمحامين ليه لأن فيها أسرار خوفا من أنها تظهر يعني خوفا مكتب المحام لأن فيه أسرار محامين وموكلين له برضو النقابات فيها أسرارها يعني كان يجب التريس في الحالة دي لكن يقولك أنه لا ما قالش أنه إحنا مش تفتيش لا تمن تدخل تفتش على واحد متهم عندك يعني أنت لو رصدك لو أنت كنت تستنى بره الباب وعمله كمين وخده وبالذات أنا يعني عملية أني فيه فيه اللي كان المتهمين واحد صحفي والتاني مش صحفي يعني واحد عدوا نقابة ومش عدوا نقابة زي بالزبط أنا بقول لحضرتك لو أنا يعني خليني أنا جاي واحد بجري ورايا وأنا جيت دخلت بيتك ماذا تفعل يعني أنت خليني أنا جاي أجري من حد بيجري ورايا وجيت دخلت بيتك وهو حاول يعتدى علي هتعمل إيه هتطر أن أنت تتدفع عنه ما تعرفش هو من غلطان في الوقت ده في الوقت ده ما فيش غلطان لكن لما ينزل الصحفيين وتجمعه وانا طلبت من صاحب البيت أنه هو يسلم اللي مطلوبين أمنيا وصاحب البيت بس ألك لا مش تماطلة هو قال له أن بكرة أجازة وبعده أجازة والناس قالت هنروح لكن للمرة تفاوض معهم قال لهم هنروح بس يكون المحامي بتاعنا معنا واتصل بالمحامي بتاعهم وفعلا جاري اتصالات عما جاب المحامي كان هم قال لك ده خلاص خدوهم يعني فنزل النقابة وزي ما أنت شفت المنظر يعني يبقى حضرتك مختلف على الإجراء الإجراء بس آلات إجراء